مساء خير كنترول وجورج في الإعداد وتقديم يحييكم دائماً وأبداً من وراء الميكروفون في إذاعة أرباسك 102.3 و106.9 اليوم بشكل استثنائي بدي أحكي عن حالة موسيقية بسوريا خليني سميها بسوريا الحالة تستدعي الاستثنائية لأنه أشخاصة أو شخصة أو القائمين عليها هن شخصيتين بس شخصيتين بتخيل أنه لهم وزن كتير قوي وزن كتير حلو بملعب مثل الزجل عنا نحن العرب بس آخدينه بالغرب بسموه راب بدي عيسى وميار الكردي رح يكونوا ضيوفي بفنجان شاي لحتى نحكي أكتر عن هذه الفئة الموسيقية أو هذا الجنر إذا بنا نسميه من الموسيقى الغربية الراب هو منعرف كلياتنا أنه بيحكي رسالة أو إذا ما منعرف كلياتنا على المقال لي فينيقول أنه بيحكي رسالة معينة بيتوجه الانتقاد معين بيحاول يقوم وضع معين يصلح وضع أو ما شابه بديع وميار في عندهم شيء من الرسائل التي توجه دائما في كل أغنيهم وخصوصا غنيتهم الجديدة مرايتي هاي بنا نحكي علي كمان أكتر فلذلك منقول للجميع إذا كنتوا قراب من الراديو التسقوا وسمعوه بشكل كتير قوي إذا كنتوا بعاد حاولوا أنه تقربوا إذا بالسيارة وسمعتونا سبتم 102.3 راديو أرابيسك راح نكون معكم من هلأ وإلى ما شاء الله قدر فعل أنا بتخيل هاي الغنية يمكن إلى فيرجن تانية صح؟ وكليب وشغلات حلوة وهيك ما ولا لا؟ ما هيك؟ ها بتذكر يعني طيب رجلنا نحن بكواليس الخميس ولنهاية هذا الأسبوع خلينا نسمي نهاية الشهر حتى تقريبا يعني بـ 26.01.2017 نستقبل اليوم في استوديوهات إذاعة أرابيسك القيمين على الراب هنن هيك حبوا التسمية وأنا التزاما بطلبات الضيوف مثل ما هنن قالوا أنا راح بعيد وبحكي بدي عيسى وميار الكردي مساكن سعيد يا شباب هلا فيكن اليوم بدنا نحكي عن الراب كجنر وموسيقى وحالة هو أكتر من أنه نحن نحن نحكي عنه بأنه هو بس ترداد لكلام هلا سألت أحد الأشخاص الأكاديميين قال لي أنه جورج الراب بيشبه الزجل عند العرب بس ولكن ترداد كلمات موزونة مقفات إلى معنى بالأخير أنه هو الراب بيطرح مشكلة أول على آخر في مشكلة بيطرحها الراب اليوم شو مشكلة تكون أنتو؟ في كتير مشاكل مثل هي مو مشكلة هلا الراب قبل ما يكون مشكلة طبعا اللي عم يحكي هو بديع هلا يتفضل بديع تمام أول شي بدي أرحب فيك نارسي لأنه أنا كتير مشتقلك شكرا يا حبيبي وأنت صديق غالي كتير وقديم قديم جدا الحقيقة وبيدي أرحب بكل المستمعين اللي عم يسمعونا اليوم وبيدي كمان أرحب بكل أصدقائي اللي عم يشوفوني على الفيسبوك لايف وبيحب أحكي عن هذا الموضوع شغلة كتير مهمة أنه الراب أول شي هو من رأي بي يعني نحن نجي ناخده كأختصار تمام هو فيه نقول عنه رذم آرت بوتري فهو مثل ما أنت قلت هو شعر أقرب من الزجل يعني هو شعر وبلش من هذا المبدأ بلش مبدأ أنه عساس هو شعر ولكن اللي بيميز هذا الشعر هو أنه هو أول شي مثل ما ببداية الراب الار اللي هي رذم اللي هو الإيقاع فنحن في عنا رذم وفي عنا A اللي هي الارت وفي عنا P اللي هي بوتري إذا صار عنا الشعر المقفى الموزون طيب هاي إذا نحن حكيناها باللغة العربية هيك بجي تسميتها أنا لما قلت شي بشبه الزجال هو كان لحتى يكون قريب على خلينا نسمي مسامع الناس يعني نحن بناخد الأقرب لمسمع المستمع تماما أنا اليوم لما بدي أقول الراب هو تسوى نقول فرع من فروع الهيب هوب ولا لا ايه تماما هو فيك تقول عنه هو تطوير للهيب هوب كالتشر نعم أو ثقافة الهيب هوب لأنه الهيب هوب هو يعني قبل ما يكون هو جنر ميوزيك أو يكون هو فرع يعني فرع موسيقي هو بالأساس هو كالتشر يعني ثقافة كاملة ثقافة من الشغلات الموجودة في الهيب هوب بيجي عنا الراب أو المسيين يعني هنه بيقوله جميل بديع أنتو عاملين باند شو اسمها؟ شام مسيز نحن طيب اختصارات لشو؟ شام أوكي شام واضحة هلا هي أكيد هي بتعبر بتعبر بنهاية عن شو نحن نعمل لأنه بالراب دايما أي شي من سمي أو بنعمل له نك نيم أو من حطه اسم مستعار تمام نعمل له اسم مستعار بيكون فيه هدف من ورا هذا الشي لأنه نحن نوضح فكرة شام مسيز كلمة شام واضحة كتير هي يعني أكثر كلمة ممكن تعبر عن انتماءنا وأفكارنا وأي شي نحن حابين نحكي عنه تمام وهي كلمة عربية بحثة يعني تمام وبالمقابل المسي اللي هي كمان بتعبر عن الراب بشيء العالم اللي بتعرف بالراب أكيد بتعرف أنه المسي هو المايكروفون كونترولر أو الماستر أوف سيريموني يعني هو اللي بتعبر عن الراب بأميركا أو بيعني انترناشنل طيب من بديع بدي يجيل عندك ميار مسأل خير مسأل نولي ميار شو دورك تحديدا بالفرقة أنا شفت الكليب تبعك فأنت أيضا مغني كاتب الكلام مين؟ بالراب بنسبة 95% الرابر اللي عم يغني هو هو نفسه كاتب الكلام نحن بشام امسيز هاي القاعدة مطبقة 100% حلو يعني كل واحد بشام امسيز هو بيكتب الليركس تبعه طيب أنا امسي كمان اه ايه الاختصارات ايه تمام اوكي طيب شو تعداد الباند تبعكم انت وبديع حاليا اربعة نحنا وفي مايك ساند متواجد بماليزيا حاليا وشامي بامريكا اه اختصارات اسمائكم هي للفرقة انا فريد بلولي وبديع ما حد رح يعرف ايه طبعا انا بديع بعرفك عن مستوى الشخص طيب اليوم في عندكم غنية على اليوتيوب بيمكن اخدي خليني سمي او خليني شوف ايه رح بفتح يوتيوب الا من عندي وبشوف بس لوب على الانجليزي بشوف اليوم في عندك مشاهدات لهذه الاغنية يلي هي جدا غريبة على فكرة ااخد شيء له علاقة بمسلسل او فيلم تمام امرايتي اكيد طالع منو بعدين تطلعوا انتو من كراميل السكر بنات لنادين لباكي طيب هيا منسمع هلأ موسيقيته اوكي اليوم في عندي بس شيء اسمه بسة ايام فيه تقريبا لدعش الف فيوز لأله ودعش الف مشاهدة رح نسمع على الغنية ومن بعدها منرجع لنتابعه اوكي وليلي انا مين انتي انا وانا انتي مهما كبرتي وتغيرتي بعيوني انت السدين ريتي ورح احكي لك احكيتي وليلي انو انا احلى وحدي فيهن انا وحدي فيهن شوفي انو بتشوقسين شوف هاني فيكي عالناس لانك الوحيدة اللي بتخبي احساس شواتي ضحكاتي دمعاتي لا او شخصياتي بطلع فيكي للاقي نص تاني نص الاول مكتوب عسطحك البراني انتي ما تغيرتي غيرتي كيف انا مشور بحياتي بحياتي الليلة مين انا مين جواتي شو الهدف بالوجودي وانا بتخلص حدودي بين جدودي كيف مودي متقلب متغرب ليش ما عم تردي يلا احكي الشعي عبري بري ساكتي بتضلي وانا عم ببكي نحلي مع وشك كليما وميني اختي سن عمري وانا مستني بديع شفت بديع ولا فريد؟ فريد خلينا خلص خلينا خلص شان العالم تعرفني هي المشكلة اين وانا عم بحكي معك ع اساس الوضاع الخاصة ايه تمام طيب فريد اليوم لما بدي يقولك الكليب تبعه كتير قوي في قوة تبعه خصوصا بالجرافيك لعبانين كتير حلو وفي مشهد بعيد عنك وقت اللي بتستعمل المسدس كتير لقيته حلو يعني انا شخصيا حاكاني انا من جواتي حتى الجرافيك اللعبة فيها وقت اللي بديع وقت الفريد بتتغير اتيابه بيطلع لابس لبس الجيش ما بحرف حسيتك عندك مشكل ومصيبة يعني عم تعاتب مين مراية على ايامك الراحت تمام لأ هلأ هي هلأ مرايتي هو قبل ما يكون على الصعيد الشخصي هو بالاساس هو فيك تقول عنه هي حالة عامة كل هاتنا عم نعيش فيها كل واحد من بيناتنا قاله مراية كل واحد من بيناتنا في عنده شي دايما مخبيه جواته ما حدا بيشوفه غير هو بس وهذا الشي ما بيبين معه غير لما يكون لحاله تمام وانت بس تشوف انعكاسك تمام تقدر تعاتب حالك وبتقدر تبهدل حالك وبتقدر تقول شو وصلني لهون او انا ليش هيك صار فيني تمام هادا هاي هي الحالة اللي نحنا حابين نوصلها اللي هي انه كل انسان منا فيه له مشاكله هاي تماما بحكي عنها الصعيد اذا بنقول الصعيد العام تمام اما بالنسبة للصعيد الشخصي نعم الصعيد الشخصي انه فكرة انه انه انا كشخص دايما في عندي شخصية قوية بظهرها قدام الناس نعم هاي شخصية هلأ بمجتمعنا الحالي واذا بنسقطها على وضعنا الحالي هي الشخصية العسكرية او اذا بنقول عنا الشخصية القوية القيادية تماما هاي الشخصية دايما نحنا لازم نعرف انه فيه وراها انسان هاي مو مانا مانا فقط بدلة انت عم بتشوفها عم بتخاف منها وانت عم تمام هاي فيه 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 له احلام فيه له امال فيه له حياة بده يكملها فيه له كتير امور عم يعيش مشانا ميار ليه بتنتحر باللكليب؟ آآ ليه بتقوص حالك؟ بفقد الامر فيه وصل لمرحلة مسكرة من كل النواحي طب هلأ انا خليني يقول فيه حدا شخص بيسمعكن بيحبكن وخليني يقول متأثر الى حد ما فيكن انت اليوم عم تعطيه رسالة ليه يقول حاله اذا فقد الامر صح انا كلامي او تحليلي؟ واردة طيب ما بتخاف؟ هلا ما بتخاف توصل هيك رسالة انت؟ هلا بالغنية كان فيه يعني طرفين ما كانت مية بالمية بتاكس وجهة نظري صحيح بس يعني انا حالة الضغط حبيت احكي عنا هاي اللي عم نتعرض له على مدى سنين عم تزيد سنة بعد سنة كان فيه شي جواتي حبيت طلعه هلا فيه احيانا اغاني انت بس تسمع انا كانت تصير معي يعني بس تسمعها بترتاح مع انه هي كتير بتكون غاضبة ومية مشاعر كتير صعبة فان شاء الله كمان ممكن هذا الاحتمال يوصل ايضا يعني بتعتمد انت على ردود افعال؟ هلا هون بعيل الغنية بالذات انا كتير كانت شخصية يعني فكرت بحالي اول شي قبل ما فكر بلدة فعل الجمهور او كذا كتير كانت شخصية بالنسبة الي هاي بحسي غادي معلش يمر هيك شي بالنسبة الي هاي طبيعي يعني طيب بحب عقب على شغلة تفضل عقب انه انت زي بتلاحظ بالكليب ما بيكون فيه طلقة او بيكون فيه صوت او بيكون فيه اي شي ولا فيه دم ولا فيه شي بس ولا كان فيه حدا انهى وجوده الدم المرأي تماما انا بنظري اعتبرت نهاية للحياة تماما اه 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 انها الشخصية الي ما بده ياه انها الكيان يلي هو بالاساس عمي اذا انت بتشوف الليريكس بيبين معك الكلام يلي عفوا الشخصية يلي هو اذا بنقول هو خجلان منه شخصية الي ما بده ياه تكون موجودة جواته عرفت كيف نعم فاي انسان من بيناتنا هو عمي اوص حاله بالنهاية انت ممكن تقوص حالك مية مرة بالنهار نعم انت تحس ان انت قلت كلمة ما كان لازم تقولها لانك جرحت شخص او ممكن انت حكيت شغلة ودتك لورة الشمس مثلا نعرف كيف اوكي ايه انسان هو بالنهاية عمي اقتل حاله كلامك هو بيقيت لك شخصيتك شخصياتك الي جواتك هي ممكن تأثر عليك ان كان سلبا او ايجابا فممكن احنا نعتبر انه هي رمزية طيب والشي التاني والمهم كمان لازم تعرفوا انه انهاء حياة شخص هي بداية حياة شخص اخر اهلا انت بقى صرت تخلط الامور الدينية مع الدنيوية مع الغابت مراتها انا ما رح اعرف لك على الامور الدينية بس انا عم قللك بالنسبة للكليب اذا بتلاحظ انت بعد ما بيفقد الوعي مية انا زي ما نقول مات تخلى عن الشخصية تخلى عن الشخصية هو ما اعتبره ضعيفة تماما في حدا اجا استفاد من هذا الشي واشفته كيف بياخد الهوية الهوية اللي هي شو اللي هي بالنسبة للعسكرية الهوية المدنية بالنسبة للعسكرية هي فينا نقول عنه الملازل الامن او المكان اللي هو بيوصل فيه للجنة زي ما نقول اعرف كيف تماما صحيح طيب اصدقائي انا في عندي وقفات اعلانية طبعا نحن حديثنا ممتد ولغاية الساعة السادسة والنصف فنحن رح ناخد بريك ومن بعدهم نرجع لحتى نتابع مع فريد شام ام سيز فريد عيسى وميار الكردي واليوم عم نحكي عن موسيقى الراب وبعد البريك بدي اياهن يبيضولي ساحة الرابرز لانه يقال بانه الاصحاب سمعة سيئة ابريكو برجع اشتركوا في القناة بالياني طيبة ومن البسمة تيه غريبة بساطة اصطب وغريبة مثل الطفلة كانت شار يا بابا رح شدلك حزام الأمان تقبرني هالقعدة والعيون يلي كلها حنا شوح الشعرات الحلوين عملتلك ياهن ماما واليوم لإنك مش حقيقلك مني أحلى في حسن وليلو هاي لعم الشرطي ألو إي حبيبتي لسه ما وصلنا طرقة زحمي هاي كانت ماما يا بابا عبتتطمن عليكي وصلنا تعي حبا بسكي إيدي يا حبيبي هذا اسم سوق وهذا اسم رشي خليكي دائما على اليمين شوفي الناس كيف الخبز مجتمعين تسا تبريب قللك يا أمورة شام طلعي دائما يمين وشمال لما تقطع الشارع العام خير عمي تشتري مني شي شغلي معليم بابا تشتري علكي أي يعطينا علبتين يعرفون إن بدك تشتري أنتوا جماعة السيارات جماعة دفية أي الله يخليك ويخلي هالأمورة المترجم للقناة 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 هذه الجنية طلعت لشو؟ طلعت وقت شو؟ هذه طلعت وقتها نحن كنا نجسد فيها انفجاري اللي صار بالبيدان أول انفجار صار بالشام نعم بالبداية يعني من الكلمات بتقول عنا الناس مليانة طيبة ومننا البسمة كتير قريبة بساطة القصة مو غريبة مثل الطفلة كانت شام تمام؟ فالحياة عادية والعالم أول شيء هذا الأب يلي يلي راح هو وبنته بينسمع بالبداية وبيوقفوا بياع العلكة وبعدين بياع العلكة كمان هو في عنده مقطع بيغنيه بيقول أنه أنا صحيح بياع العلكة بس أنا في عندي أهداف وأحلام وفي يعني ما أنا شخص مهمش أنا وبعدين بيشوف السائح أو حدا اللي جاي يزور سوريا يشوف سوريا قديش حلوة وقديش فيها أماكن أسارية طبعا هذا الكلام قبل الـ 2011 أو بالـ 2011 بعدين بيصير الانفجار فكل عالم راحت مع بعضا المقطع الثاني أو القسم الثاني من الأغنية هو اللي يحكي عن ثلاث أشخاص هن مرتبطين بهذول أشخاص الشخص الأول اللي هو كان بيعرفوا لهذا بياع العلكة وكل يوم كان يمرو يعطيه ويشجعه مشان هو يعيش إذا بدنا نقول تمام فعم يحكي عنه أنه كيف كان المقطع الثاني هو أخو لهذا السائح اللي قال له لا تروح لأن الوضع هناك ما نكويس ما توقعت أنا أنه أنه أنت ما ترجع أنك تتوقع أنه أنت رح تروح إن شو رح للسياحي اللي رح تله والمقطع الثالث اللي هو يلي عم يحكي عن هذا الأبي اللي بلشنا فيه اللي كان هو وبنته وكيف هو كان مدمى ومعبه دم ومع كل هالشي راكد يدور على بنته بنص الانفجار وهذا الشي حقيقي يعني ما أنه ما حد خيال مثل ما نحن متخيلينه وبالنهاية آخر شي شام ما بتموت هي بنته لهذا هي شام ها هون أنت عم تلعب على الكلام بها تماما ها حلوة طيب هلأ أنا في عندي هون استفسارات هلأ هي الفكرة الأساسية هي فكرة ليسر دولي ونحن غيرنا غيرنا عملناها لراب يعني صارت راب ساميناها مسيش راب طيب ممنيحة ممنيحة أعطينا شوية موسيقى عندك الحلم اللي ما بيقتلك بكبرك بيحليكي وبقويكي رح اضل حبك بشعرك بحبك بجنونك بضحكة عيونك رح يضل القلب يدق لنقول طيب فإذا من بعد هذا الكلام اللي كان بيني وبينكم وأنا كتير كنت طبعا سعيد وما زلت سعيد فيه ضيوفي اليوم في الستوديو ونحن متابعين معكم كواليس الخميس ضيوفي هنا ميار الكردي وفريد عيسى من فريق شام أمسيز هذه الفرقة التي تتكون من أربع أفراد اليوم حلوا عليها أو حلوا على الإزاعة ضيفين كريمين بيطلطون لحتى نحكي عن الرب كونهن حبوا يسموح القائمين والقيمين على الرب السوري كم فرقة راب بسوريا داخل وخارج سوريا بتشتغل وفي عندها جمهورة في عندها مستمعين القصة عندك يا ميار ما في إحصائية دقيقة لأنه كل يوم في فرقة راب جديدة سوريا داخل وخارج سوريا أمتى بتكون تسنوا مشرخة الكار أنتوا يجوا لعندكم العالم يقولون لكم ما عليش نعمل باند تقولون لأ أو تقولون إيه أمتى بيطلع لكم ما هل عندك إلي أنا إلي 17 سنة بيشتغل راب فإذا أنت بيحقلك تناقش حدا نحنا عنا بسوريا بتطلع على تيفي أو على راديو سنتين تروح تعمل دورة أعداد موزيع فيعني عادي فأنتوا بيطلع لكم تعملوا هاي القصة ليش أنت بدك هاي القصة تصير ليش؟ وبالأساس اليوم أن نحن نسمع الأغاني العربية أو الأغاني السورية نسمع أغاني يعني شي بيكبو بيعني يعني شي صحي ما بينسمع بنوب وأنا ما كمي و أين القيامين عن الموسيقى؟ وأين القيامين على الطرب و علمود اللي بينسمع مثلا يكون مثلا متل اللبنان شوية لمثل مين؟ ما أصبب يعني للموسيقى اللبنانية مشهورة أكتر من الموسيقى السورية ككلاسي كشكشي راقي أكتر لا أنا بعرضك تماما فيها بعرضك لسبب كتير بسيط أولا أنا اليوم حلقتي عن الرب ما أنا حلقتي عن انتقاء الأغنية إذا كانت سورية لا أنا ما بحكي هذا الموضوع أنا بحكي مبدأ أنه وين القيم أنا جايك أنا جايك مو أنت بدك قيم للرب لا أنا عمقول أنتو صار بيطلع لكم اليوم بعد 17 سنة شغل نحن بحقلنا نعطي رأيناه فقط بس ما بحقلنا نقول له هذا أنت عميل فرقة أو لا تعمل فرقة ما هو منع بس أنت فيك تقول له أنه حبيبي أنت ما أم تقدم شيء نحن قدمنا نحن عملنا هيك فبيطلع لنا نحن نحكي أما أنتو لا ما بيطلع لكم تحكوا أما على الموسيقى العربية والقائمين عليها أنا دايما أنا هون هون من إذاعة أرابليسكو من كواليس وهذا رأي جورج الشخصي الخاص يلي هو ما لازم يطلع أساس الرأي الخاص بس اليوم أنا بقول لك كوني أنا شخصي بحب أسمع أنا بهمني أسمع كل شيء خارج عن نطاق الزمر يا طويل العمر تمام هذا هو كلامنا الزمر يا طويل العمر يلي صار سماء صحيح؟ يعني هو ممكن يكون جزء أو يكون فئة من الفئات الموجودة بس هو ما مو هو كله يعني نحن هلأ صار أي مغني بده يساوي غنية تضرب وعالم تعرفه فهو خلاص يلجأ إلى الزمر يا طويل العمر حلو هذا المصطلح زميل كثير فيك تعمل علي على فكرة قصة ما بزعل أنا كثير حبي بريك ومن بعده برجع حتى أسألكم شو رأيكم بأحمد مكي كرابر مصري يلا بريك كونترول كرابر مصري كل لفت عبره في ساعة عمري بيتسرسل بيعدبي الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي وأنا الوحيد واقف مكاني سابت في ناس اختارت سكة صابت ناس تانية اختارت سكة خابت إحساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل أبوك ومك وإخواتك وصحابك شايتينك عاطل قوم يبني اسعى وحاول والله غلوب تحاول يا ما حاورته قبل الجول ما يجي طلع فاول ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحستي حوسة ودست بعد آخر البنزين بدوسة في كل مقابلة شغلانا يتقلي لف نفسك مش حتك مدت جنب أي حيت وخدلك بوسة رجعت فلاشباك حسبت سنين عمره 30 سنة أهلاقيت حسبت تاني وتانيت وتخبيت ببص في المراية كم شعرية بيضلقيت وأبويا هوى الليل لسه بيصرف عالبيت بتعانل من عيلتي على النعالة وحلتي حالة سقط بنفسي راحت النجاح بقى استحالة نفس أهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفس ألقى دنيا تانية أهرب ليها لو حتى ثانية وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك عالطريق مايفدش صاحب غير صاحب واسمع من الصديق قال لي في قعدة ضربة حلوة بالليل عملينها سألته هاش دحك قال لي بيسا قلت رولت منها قال لي ما تهفش مش ممكن تدمن من أول شكة أقنعني بالليل فعلا شكت لي أول شكة مفاصلي ساحب وارتاحت وروحي راحة بكلم نفسي من جوه وبره ومن دره ساكه هلومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت كل مشكلة كان عندي في الدنيا مادت وداهت جميل جدا فإذا هلأ نحنا جانا كمان من بعد البريك التاني في هذه الساعة اللي خصصتها لأصدقائي خلينا نقول أنه اليوم نحنا عم نحكي عن الرب وهلأ قبل البريك قلت لك بدك تعطين رأيك بأحمد مكي ميار سؤالي لألك اليوم عم يقول أحمد مكي غنية كاملة عم يحكي فيها يمكن عن التعاطي عم يحكي فيها وفي عنده لسه أغاني تانية مثل أطر الحياة أو ما شابه طيب هذا الشخص وصل رسالة وبعد عن التعاطي أو ما شابه بس ولكن ولا شتيمة ولا مسب مرأة فيها مع أنه هو تحت الهوى بيقلي فريد أنه هو شخص غير مقبول في عالم الرب لأنه لا يكتب ولا يلحن وإنما بس مؤدي هو بس عنده جمهور كبير يعني جميل عليه جدل هو في عالم الرب طيب جميل جدا اليوم ست سنين نحن بالأزمة أو سبع سنين رح نصير هر لأ بكرة أحسب أنا حسابات للشيء سيئ بس ولكن الحساب مفروض والسوق موجود هاي للأسف يعني ما قدرتوا تعملوا أو ما رح قول ما قدرتوا تعملوا ما خطرت على بالكم تساووا غنية العلاقة بالشاب السوري كيف عندكن رؤية كأنتوا فنانية خلينا نقول عندكن رؤية لما بعد الأزمة وبعد انتهاء الحرب هذا الشاب السوري أو الشباب السوري بشكل عام نحن عم نقول بني وبنات ذكور وإناث بس لحتى تخلص الحرب وتخلص الأزمة قدرنا نكون نحن مشوهين من جوا ما خطر على بالكم نعمل شيء إلو علاقة بقفزة للأمام تحفزوا جمهوركن تحفزوا متابعيكن يلي هنن فيسبوك اليوم عم يتابعوكن وأيضا أنا ممنون إنه شرفتوني على الإزاعة فيمكن إلوان حصة هدول توصل إلوان رسالة صح؟ مثلا عم يحكي أحمد مكي عن تعاطي حضروا تكون شو رح تساووا لبعدين تفضلوا تمام هلأ في رسائل بتكون كتير فينا نقول عنها واضحة وعمومية وشاملة وفي رسائل تانية بتكون هي مبطنة أو فينا نقول عنها بدك شوي لتفهمها شوي عميقة نحنا كشامامسيز نحنا نشتغل على الستايلين على الستايلين يعني نستخدم نحنا نقول له الديبنس أو العمق بأغانينا وبنفس الوقت نستخدم الشيء البسيط أو الرسالة اللي ممكن توصل بطريقة سريعة وهي رح تكون نموذج غنيتنا الجديدة يعني اللي هلأ اللي بعد مرايتي هي رح تكون من هذا الشيء يعني اللي هو كتير واضح وقريب فأنا ما رح أجاوبك أنا رح خليك تستنى لتجي الغنية الجديدة تبعنا وانت اللي إذا بتحكي مو بس عن الشباب السوري ولا بس عن عن البنات السورية لا بحكي تحكي عن الشعب السوري طيب شو رأيك أخذ منك سكوب علي وتمرق لي جمل منها بيطلعنا ولا ما بيطلعنا ولا لسا عم تنطبخ هي مشكلة إنه نحن لما مجرد نحكي كلمة فهي رح تنحرق فخليها خليها مفاجأة طيب تشبه شو يعني يعني قريبة لمن قريبة لامرايتي أقوى لا أبعد جدا عن امررايتي أبعد جدا لتلك يعني هي هن رايح للعمق هي تماما هي كتير واضحة وصريحة وحقيقية ورح تلمس الجميع ببساطة بحب إلا ضبابي هذا الجواب ضبابي مطلوب لا مو مطلوب أنت اليوم في عندك جمهور في عندك ناس عم تتابعة بالعكس هذا تشويق هذا شيء كويس أنا معك هلا التيزينج إلو وقته بس أنت اليوم أنت اليوم أنت ورطت حالك بقصة إلي 17 سنة يعني 17 سنة هي كافية أنه تعطيك ثقة أنه في سميعتك رح يسمعوك لو كان عندك شي ما بدك تحرقه بس يكمر إلي شي قدر أنا أسمع بصير انطرك والمشكلة بالفكرة خايفين تروح الفكرة تروح الفكرة نحن من الفرق تنحرق يعني نطول على العمل على الغنية كثير من يهتم بالتفاصيل لأنه ما عنا انتاجات كثيرة بالنسبة للعمر 17 سنة ولكن انتاجاتنا كلياتها مدروسة يعني وما من نزل الانتاج غير ليكون 100% صح أو بالنسبة لنا 100% صح طيب تستقبلوا عندكم بالباند بنات في موجود عنصر نسائي ولا لا حاولنا حاولنا انه يكون في حدا بين بس السراب ما نناضج لهذه المرحلة هلا اليوم في محاولات كتير لبنات موجودة انه بالساحة كرابر لو انحنا بنعرفون انهم ما ننون كتير مشهورين بالنسبة لباقي العالم العادي يعني بس ولكن عم يقدموا شي يعني بالمستقبل رح يكون كتير كويس ورح ينافس ليه ما بتجيبون عندكم اول شغلة ما يعني انت مانك حاولنا حاولنا بس ما فيك انت تفرض حالك على اي حدا في حدا وممكن يكون هو شايف وهو موضوع يعني فيه بيقول لك حساس يعني وموضوع حساس انه بنت وعرفت كيف وشو المقارب اللي من وراها يعني فيه حالة من من عدم الوعي بهذا الموضوع من نسبة لي طيب هلا انا اذا بدي اسألك عن موضوع فرقة فيها اصدارات الى شغلة الى اعمالها اللي هي منتشرة بين الرابرية او اللي بيحبوا الراب او السميعة او اللي بيمارسوا هذا الجنر استماعا او غناءا او ايا تكون انواع الممارسة اليوم اذا بدي اقول لك على تسميلي حالة حالة موسيقية هي ايدل بالنسبة للاك او عندك ياها وفي شي اسمه هذا الاسطورة تبعي اليوم مين اسطورتك انا من نسبة لي هو السبب بالاساسي اللي خلاني اني غني راب لانه مبارح كنا بهذا الحديث انه لو ما كان هذا الشخص هو عرفني عن راب فانا من سابع المستحيلات ان يكون هلا انا راب لانه هذا الشخص هو كتير خاتمة يعني من نهاية امنم اكيد معروف امنم اي طبعا اكيد وحتى هو كان في عليه جدل انه هو ابيض عم يغني بلهجة السود هاي وحدة من الجدليات الموجودة طبعا هو كتير عنده امور يعني انا بعتذر يا شباب عن جد انه انا ما بعرف بهذا الخصوص فلا تعتبروا انه لا انتقاص ولا شيء بس فعلا انا براتوا انا فيكم تحت الهواء انا جماعة عبد الحليم وعبد الوهاب فما بتزبط معي هي كثيرة بعيد ايه صحيح بعيد طيب ميار ميار مين النجم تبعك مين الملهم لألك كمان امنى اه جماع عليه انه هو هذا الشخص بالعشرة طب ليه هلا انا بما انه صنع لي بسمع راب تقريبا 13 سنة فعشرت كثير رابرس كانوا هلا امبلشين بقوة بعد 3 سنين 4 سنين فضي ما عدا عنده شيء صار يكرر حاله بينما امنى تقريبا مبلش من 96 لليوم 20 سنة ودائما عم يتطور عم يفاجئنا عم يتحسن بكل المستويات على الميوزيك على الليريكس على الافكار على الفيديو كليب يعني هو اكتر شخص بيهتم بال بالتفاصيل موسيقيا يمكن ربحان 13 جرامي فهذا يعني رفع الراب معه امنى بينما في رابرس تاني مثلا 50 سنت طلع على القمة بعدين خلاص فضي كليريكس كافكار ما عدا يهتم بالفن تابعه فامينام هذا الشيء العظيم عنده انه 20 سنة انا بالقمة وعندي افكار جديدة ولسه مستمر فيها رغم تقدمه بالعمر روح شباب كمان 43 و 40 سنة كتير نحنا ندرسه ممكن 46 و 40 سنة يعني ادي مراب في عمر معين لا يعني مرلا خلينا نقول حدا بس في عالم تاني لما كبروا مثلا الانتاجات هنا وقلة الهمة تابعون روحي اللي تعرفنا فيه عليها بClean Out My Closet بThe Martial Mother بThe Real Slim Shady بكل هدول ألبومات الساعة تؤمنهم اليوم نفسه يعني ومو نفسه عم يطور كتير عم يطور يعني عم ينفجر من التطور عم ينفجر من التطور ليك شو حلوة هاي المفردة عم ينفجر من التطور كتير رفض دائما بيفلجنا بيفلجنا ليك شو حلو لسه كمان حلو الأسطورة تبعه فالجو نعم نعم موسيقى موسيقى طيب مشاركة من خليل تقول هو الوحدة بيقلي ما اريدك طيب ماشي خليل قبلت ابن الخالد عزيز بدنا حلقة عن الاعلام المزعج خليل هيكي بدو اياها وكان في عم يحكي لي عن شي برأيه هو ذروة قمة الانحطاط الصحفي والاعلامي اوكي خليل نعملها ولا يهمك طيب شباب انا اليوم رح بسأل عن تقييمكن لحالة الرب في العالم العربي وبدي ديق الزاوية لحتى نوصل لسوريا هلا اليوم اذا بقل لك في راب بالسعودية قلتولي في راب متقدم ومتطور لانه في ثقافة غربية عم يسمعوا انت ما رح كذب عليك واخفيك فاجأتني بقصة انه يكون بالسعودية في حدا بيسمع راب اكبر قواعد الجماهيرية بالراب السعودية اه هي هي اكبر انتاجات هاي بالنسبة للي انا تعتبر منفاجأة على فكرة مشاهدات بالملايين حتى على يوتيوب اه طيب السعودية رقم واحد لبنان لبنان كتير مهمة بالراب فيه الان ثقافة اكيد مستمدة من الراب الفرنسي اكتر فيه حركات او فيه فرق عم تعمل شيء ارجينال يعني شيء لبناني ما نو يعني بعيد عن هذا بس الحالة العامة هننا كتير متبنيين فكرة الاندرغراوند هيب هاب او هذا النمط اشرح لي فارغ تماما جايك يلا الاندرغراوند هيب هاب هو هو اللي بيعتمد اكتر على انه انا بيغنية واحدة احكي كتير قصص يعني ما في انا عندي مسيج معينة عمقولة في عندي اكتر من مسيج في كتير كلام عنا مقولة وبالاضافة انه انا عم ورجي اديش انا مثقف و اديش انا عالي الثقافة امير فاع من مستوى الرابكة يعاملوا كلاس اكتر بس هناك كمان بيستعملوا شتيمة هنم بالمرحب عندهم شتيمة انت استعتقد تعتبر الشتيمة انه هي شتيمة شي طبيعي بالرغم ما نعلق علي لا 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 يعني انا بسمع مسبة طبيعي انه خلاص عالي هي هي بلها ما اول ما بل انه اتفاجأ اي لا لا اتفاجأ هيك يعني طيب بسوريا شو الوضع بسوريا انا جاي على بالي كان على فكرة يكون معي مداخلة من احد الرابرية او احد الاكاديميين بهذا الموضوع بس للأسف ما في يعني انا اللي بعرفهم هنين برات سوريا اي فعندهم تحفظ ما بدهم يجاوبوا ما بدهم يحكوا انت جبتنا فنحن نحن القيمين اه ليك انا جبتك بس مو معناتك انت القيم هاي انت اللي قلت انت القيم ايه تماما ايه تفضل والدليل انه انت ما لقيت يعني لو لقيت كان فينا كان فينا انتظر انه فيه هدا على فكرة هلا كل شي على الفيس عم يحضر ايديك كتير مبسط فيهم لانه بس طالع ايديك اه 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 لا ابدا اه 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 رحموا ايديي اه هلا انا عم نسمع راب سعودي سعودي هاي امي تصف هيننه حدي جي اند القوبابي را حاجيه افرج فيه شيء كوباب هذا صد غضب أي لا حدي جي قصد شيء كوباب ايه غزي لا مافي اسم بأي اخوش 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 واما اخوش لا لا هي اخوش ممه بيقولو عني مجنو بس لو تسمعوا الاسماء حتقولو طيب هاي شو اسمع الستايل هذا اللي عم يغني هو هاد عم يغني ستايل فينا نقول عنه النيو ايج يعني النيو سكول نحنا من قلوه او انتوا اخذين الالد سكول لا نحنا ما اخذين نحنا عاملين شي ميكس بين الاثنين نحنا ما منعمل شي بما انه نحنا مشتغل ميوزك بالاساس انا ميوزك بروتوسر قبل ما اكون بشتغل بالراب فانا ميوزك بروتوسر فنحنا منحاول نعمل نمط طبعنا ما يكون هو تابع لا لأول سكول او لنيو سكول هو شامم سيز بالنهاية حالة معينة نحنا حابينا نوصله بهذه الطريقة مثل ما حافظت مثلا مرايتي تحت السم راب اي مشتغلينه بطريقة السامبلينج اللي هو نحنا ناخد شي مثل ما انت قلت له مثلا سكر بنا ونضيفه عليها بطريقة تطلع بهذا الشكل اللي انت سمعته على مرايتي شو التقاطع اللي خلاك تجمع بين محمد الماغوط مع اسمه الكبير وافكاره العظيمة وغنيتك انت لحظت العبارة اول شي انا كتير بحب هاي الشخصية محمد الماغوط هو حالة راب اوف تماما مية بالمية مسرحي سوري حالة راب عملته اكيد طبعا لانه الراب هو بالنهاية نقد اه من حالة النقد اوكي انا معك ايه كان يعني يعني نحن اذا ارينا شوي للماغوط وهاي طبعا رسالة بوجهة لكل الرابرز اللي عم يسمعوني مشان نحن نرتفع شوي بالمستوى كتير رحل لهي شغلات مهمة جدا نحن نحكي عنا بالطريقة يلي ما ممكن انا اسمع مثله او اني انا كون مستمتع متل ما كون مستمتع واتقره للماغوط او وقت كون عم عمشوف شي للماغوط فاناك حبيت وارجي اول شي للعالم اللي مانوا الرابرز انه موضوع الثقافة هو ما له علاقة بنظرتك لموسيقى معينة وتاني شي انا كتير عجبتني العبارة طيب تمام لانه هاي العبارة هي ما بعرف لاجل الصدفة او ما بعرف شو السبب يعني بس انا بس اريتها حسيت انه هاي كتير 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 هو فهمان نحن شو عم نعمل بهدول الكلمات بس بهالجملة المختصرة تمام طيب انا عم بكتب لما بكون ملتهي باللابتوب فانا بكون ملتهي بسرق من كلماتكن شي وبنزله تحت اسمك بي على مبدأ العواجل يعني حالا ايه فهلا عمقول انه احببت ان اضع عبارة للكبير الماغوط على اعتبار انه يمثل الراف معلش اوه ما هي هي اللي قلت انت اه حلوة يلا وهي بببليش وصارت على الصفحة صحيح انت غيرت فيها بس لا ما غيرت نزلات المعنى باي جميلة يعني هو اخذ حالة النقد موجودة كونه ناقد تماما النقد بهيطة اللي بينقود فيها طيب بداية الازمة بداية الحرب شو عملتوه يعني معلش هلا نحكي هلا نحن عنا حالة حرب هي كان التربة خصبة للدراما وللموسيقى وللفان وصار عنا مطرب الجيش الاول ومطرب الازمة ومطرب الحرب عرفت يعني كلاتهم اخذوا القاب فشو عملتو انتو يعني مركبتو الموجة لا احنا كنا بعرف خلي ميار يحكي هزاني شو بها انا بعرفه انت عم طلافيني انت عم طلافيني يلا حكي لي ميار رح تحكي رح تحكي نحنا ببداية الازمة كان في تحضير لطرح الالبوم التاني لشام ام سيز تحت اسم موزايك كان باخر مراحله فاللي صار بأول ازمة موزايك اسم برنامج عنا كان عفكرة حلو فبتكن تاخدوا مننا موافقة فاللي صار هو يعني تخربطنا لانه الموضيع ما عادت ملائمة للحالة اللي العالم عايشتها وعمت اكتر شي حالة الانتظار يعني نستنى انه ليجي الوقت المناسب لانه تعبان على الالبوم مثلا فيه عشرة ركات ده كوقت مناسب لتسوق له تعمل حفلات وا 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 تأجل لبعد يعني ما اتوقع ينزل تمام بدي اقلق فيه من الاشخاص اللي طلعوا من الفرقة وسافرنا رجعنا حتى الحالة بعد الحرب لا تناسب حالة ما قبل الحرب طبعا تماما فكان فيه فترة تيكي تجمد بسيطة انت بترجع بتراجع الافكار كيف دك تطرحها هل لح تظل مستمر بهذا الستايل اخذت وقت شوي فين اعرف شي من افكاره افكار الالبوم القديم افكار الالبوم القديم يعني كافكار اغاني اذا كمان بيطلع تسريب ينسرق البلاهك لا ما في مشكلة لأن احنا نفس الشي كنا ماشين بي يعني هدف الالبوم كان نعمل الالبوم فيه كل ستايلات الميوزيك مع راب مشان اي واحد شو ما كان بيسمع يسمع عشام امسيس يعني يكون فيه روك راب جاز راب بلوز راب الكترونيك راب اولد سكول راب نيو سكول راب بوست كوست راب هاي هي عشنا تركي بي مواضيع مختلفة اوه باب الحارة راب انه شرقي ستكون ياها معاكم ياها هلا او لا هلا اذا ريت لو جبتها امرأ لك ياه ايه كان ظريفة طيب معناته هلا بضمن الازمة توجهتوا له هاي الغنية اللي سمعتنيها شي الو علاقة بشو كان بتكتون مياه انه بعد هاد الموضوع ما صار معنا بطلنا شغلة الالبومات لانه بتاخد كتير وقت بالتحضير عتمدتوا سناغل سناغل ايه بشان جمهور ما حيقدر يستنى انه سنة كاملة تنزل شيء السنغل احسام بشان تسوى اصح واتبع سياسة الفيديو كليب لانه كمان عم شو يعني جمهور جمهور ايه لا جمهور الكلمة جمهور تستخدم اذا كان عندك ثلاث اشخاص بيسمعوك او ملايين ثلاث اشخاص هدول جمهور بتاع تدرا فيه اشخاص حفلات تكون قديك انت عداد جمهورة متل ما انت بتقول يعني فيه حفلات وصلت بالالفات بقلعة دمشق ام خلي شو عم نسمع هلأ هاوين هاوين سمعنا هاكم هاوين هاوين اصبود محبوس فتعود طول حياته يطير والأفص المحبوس ممكن عمره يصير منه أصير عايش معايش الله بيعرفه الله كبير محدة عارف النغمة أصوات تبشير تكبير لش مضم مكان نعيش فيه ونقول عنه آمن ما بي مكان محدد انت حياتك فيه ضامن دي من صب لك كو ركبان الازمة ركبان الموجي هاوين وغني اسمها هاوين هاي هاوين ما أنا ما أنا راكمين الموجة هاوين هي طلعت بوقت السلم هي الصحقيقية صارت معي بال2013 أنا أكلت قذيفة هاوين بال2013 حبيت أحكي شو كيف كانت الحالة وحالة ورفقاتي يعني اللي معي بالفرقة كل واحد كمان حكى شو كانت حالته وقت تلقى الخبر وقت عرف طبعا حالتي هي معممة أكيد لأنه أي واحد مننا كان معرض أنه يصير فيه مصارفين طيب وبعد ما وصلت لهون بعد ما وصلت للفكرة وحكيتها وقلت فيها أنه وصلت رسالتك اللي هي بتشبهها رسالة كتير ناس إذا بدك طالع المقطع فيك تسمعها إذا بدك تحب يلا سمعني أنه مصار مع أشلائي حلو الاستغلال حلو استثمار بعض الهتافات مثلا فلكن لحتى تنقلب لحالة تانية حالة مغيرة لأصحاب الهتاف اليوم كأنه لحظت عم تحكي بقلب الغنية أنه أخي وقفوا تعون تصالح أكيد وهذا الشيء هلأ عم يصير هاي طبعا غنية بالألفين وثلاثتاش والألفين وثلاثتاش هلأ اليوم عم نعيش هذا الشيء المصالحات وهذا الشيء الوحيد اللي يمكنه يصير لينتهي بقى شلال الدم ما نفوت بالسياسة لا لا أكيد ما نفوت بالسياسة بس نحن صار بالله شعور حديثنا عن السياسة حديثنا سياسة مرحبتنا صارت سياسة عايشينا يعني نحن معنا عم نحكي سياسة ولبنانية طيب بعد مرايتي بعد هالعمل اللي أنا على الصحيد الشخصي وبرجع بقلك أنا ماني ناقد أنا شخص بس متابع حبيت تليغرافيك كتير حبيت مكياجك أنت شو عامل بحالك كنت شو هالزدواجية ما عليش يبقلك إياها ازدواجية اي انو حدا طبيعي عم يحكي بالمرأة ساكت والطبيعي ساكت والشو منقله الشيطان المشيطان الشخص المشيطان هذا الصوت اللي جوا أو الملتي برسنلتي يعني انت عامل اي بسميه غاضب يعني أكثر من الشيطان هذا اللي هو كان عم يحكي يعني انت فعليا مطلع صوت الغضب انت كنت طيب هذا صوت الغضب ليش انت مطلعه حالتك ولا انت عم تحكي عن عالم لا حالتي قلت لك حالة شخصية بس ومتل ما قلت انه ليش كان في شخصين انا كل اللي بيشوفوني انه انت كتير هادي وشلوم انت ما لك علاقة بالهدوء انت لا هيك بيقولوا لعن ما لك علاقة بالهدوء انه مرأة من جنبك هو بساطة اسمه ماد يعني اه شكرا اي ماد شان اقول لك ادي هادي هو واضح فهي الشخصية الموجودة بالراب كمان حبيت طورة اكتر ما تكون بس صوت تصير صوت وصورة خرقت له هذا الشكل والماسك مثل ما قلت وحتى البادي لانجوج مختلف بين الشخصية كنت كتير عم تشد وانت عم تحكي حتى في اوتار رأبتك كانت طالعة طب لهالدرجة عشت الحالة يعني طبيعي انت كنت شغال فيها يعني فيه شغلات بس اتذكرها بتجيني هاي الحالة بتداية وبعصب لما غنيت استحضرت هاي الحالة وقت الفيديو كليب بجعت استحضرتها طب مو الفنان هو ملك للعالم انت عم تعمل انت اليوم عم تعمل انت حالتك هي يعني عم تملك حالتك للناس يعني الراب بصير هذا الشيء انت عم تحكي مشاكل الشخصية اللي عم تعيشها حالاتك رؤيتك افكارك فيه جانب شخصي كبير منك يعني اللي بيقدر يتواصل معك بهذا ال بيلمس هذا الشيء راح يحب راح يحس انه عني تل انت الراب الفرنسي انت ما حبيته لانا ما قدرت تتفاعل مع مشاكله بس اللي عايش يمكي بنفس الحي تبع هذاك الراب الفرنسي كتير كان راح يحبه راح يسمع له اغانيك اليوم لانه عم يعبر عنه وكا فنان فيه اغاني للجمهور فيه اغاني طيب ما ياربي هاي الحالة انت سامح بس للناس اللي من نفس مشاكلك تسمعك بس مثلا فريد ما بعرف فيك تقاطعني او تقال لي انا غلط يمكن بس انت اليوم وقت اللي بدك تحط فكرة مشاكل الخاصة للناس طيب انا اليوم شو بدي غنيلهم للعالم شو بدي قيللهم للعالم اذا مشاكلك ومشاكل يلي متلك ك اشخاص بتحب الرب او كناس بتغني راب او بيهم الرب ايه فانه هدول شو وضعون يعني هدول بس تتاخدلهم الغنية طب على الطرف التاني الناس يلي بده تعرفكن بس ما بتعرف كيف تدخل عليكن ما بتحاكوون ما قالون شي بيخصون يعني مثلا فيه اغاني تانية شو هي يعني هلا متل الغنية اللي عم تسمعها مشكل حبيب مشكل حبيب هنية عاطفية بعيدة كل البعد عن اي شي وكتير في الى جمهور يعني تسمعني كونترول عايش محجوز وطلب سيلي رمادي احتفل فيك انت من دون عين تحب خليك تفرديلي دفاتري وقلامي نقطب سوق احلامك وحلامي والأغاني ما لمسح يا بني هم نقطب كلامي كلي فامنوطت كلامي فامنوطت كلامي مش كل حبيب بحبك بقول ولا كل بحبك بتجيب حبيب قلبك حكل بقلبك اليوم مين عم يدعمكن؟ نحن ما هيك؟ راح أقوله أنا عنكم أغانيكم بدي أسمع غير إني أشتري لكم سداية مثلاً عندكم سدايات ولا لا؟ وقت كان السيدي يعني ثقافة السيدي موجودة كان إنه ألبوم كلمات متقاطعة يلي نزلناه بال2008-2007 2007-2008 بعدين صفت القصص كلها الكترونية مثل ما بتشوف اليوم كتير ثقافة الفيزيكي عم تقل له عم تختلف مكلفة صارت كمان ما في شركات عم تدعم يعني طيب أنا بقولك ياها ودايماً بقولها وبالفم الملآن لكل حد السوري يمكن اختلف تماماً معه باتجاهه الفني أو أتطابق معه هون شو مطلوب مني بالإزاعة أنا جاهز لحتى أكون معكم فيه يعني إذا بتقلي أنا عندي غنية بدي حطة بقولك تكرم وهي على الهواء عم قللك ياها يعني ما في رجعة بهذا الكلام وإنت بتعرف معزتك يعني ما بدك مني يقولك بارك طيب اليوم بيحقلنا نحنا نشوف حالنا فيكن شو عملتوا برات سوريا سافرنا بأكثر من بلد وعملنا حفلات منهم مصر جنوب أفريقيا ماليزيا أمريكا إجانا معقد تور كذا حفلة منهم مدون كبيرة مثل واشنطن وكمان إجا إنتاج كليب وألبوم كامل بس عصلا جاءت الأمور على الفيزا فالتغى كل شي وكان في معنى عملنا أغاني مع عالم من بره بأمريكا في شركة كتير مهمة اسمها Strange Music أحد أعضاء اسمه ماكزيلا ما دول كمان فرقة عندهم جرامي فاشتغلنا غنية دايتو بارتي كمان عاكسنا الواقع السوري خلينا يوصل لأمريكا إنه دايتو بارتي هو عادما الزلمي هونيك عايش بكلبس وحفلات وقصاص فبيموت على إدماء احتفال ونحنا منموت على الطريق لنوصل من جرامان مثلا لبابتو مع منزل قزائف أنا بدي روح عمل حفلة بدي يغني طب ما حدا بيقلكون مفصولين عن الواقع أنتو هاوين وضريب وقتل وخبية وانتو نازلين تعملوا بارتي سؤال يعني مثل المواطن السوري بأول أزمة جتوا هاي الصدمة يوقف حياته بعدين أنا نازل على شغلي كثير كان واقعي يلا إلي هلا أنا نازل على شغلي وانتو نازل تعملوا بارتي بعدين استمرت الحياة بكل شي فيها فنحنا أول شي نزل بالأزمة يمكن هاوين صاب دعا ما بتموت شام ما بتموت بعدين خلص لما الحياة تكملت ورغم موجود الحرب طور الموضوع أنه مثل ما لقى العالم الكلابس مثلا موجودة في حفلار عم يصير أعراس الحياة ماشي كمان الأغاني تبعنا طور صار فيها بالغنية حلوة حلوة طيب اليوم بدي أعطيكم لألك فترة لحظة تحكي تطلب ولألك فريد لحظة تحكي كما يارو فريد تحكي اليوم في حال كان عم يسمعنا حدا من القائمين أو المسؤولين عن وزارة إعلام عن ثقافة وزارة ثقافة أو ما شابه هلأ طالع على دار الأوبرا أو على خشبة مسرح الأوبرا في سوريا طرعت ناس غنت لا تستحق لألة تغني طي أنا من وجهة نظري وجهة نظري كمان فهدول الناس اللي لا يستحقوا هذا الشرف الكبير العظيم أنه يوقفوا على خشبة مسرح الأوبرا رح قول يعني تقريبا صارت شبه مباحة مساحة الأوبرا ما خطر لكم تستبيحوا كمان استبيحنا ليه مين أنتوا لتطلعوا نطلعنا مع جوقة الفرح وكان السيد الرئيس وسيدة الأولى موجودين نعم وقدمنا هيكة متل بنا نقول عننا لوحة مع جوقة الفرح كنا عم نحكي فيها بالراب عن الميلاد وهي الشغلات فنحنا مستبيحين حدا هل أقل لكم ردوا تعوه مرة ثانية ردوا تعوه مرة ثانية يعني أنت فتب معي جوقة الفرح من الآخر يعني لعنشان ما نقول أنه لا جوقة الفرح كان في بالهم أنه بدون يعملوا شيء مختلف زي بن نقول وحبوا يفوتوا هذا النمط وأنا كتير بتشكرهم على هاللفتة يعني لأنه كتير يعني عندهم بعد بالنسبة لها ها طبعا هذا الكلام قديم يعني باللفين و الفين و عشرة الفين و عشرة استكنت بدايات البدايات ما كان في أزم المسكور الفين و عشرة مبلغس بالعشرة اي الفين و عشرة الفين و عشرة يعني بما أقول لك قبل هي بلشت بالتالت نهاية العشرة عرفت شنو اي فكتير لفتة شميلة و نحن كتير كنا مبسوطين و العالم اللي كانت موجودة كتير اتفاجأت و كتير مبسطت و كتير اتفاعلت معنا كسبتوهم جمهور ميار لهذا العالم أكيد يعني حتى لو ما ظلوا متابعين معنا بس أنا بهمني يعني يتعرفوا عن الراب أحيانا أكتر من لشان بمسيز أحيانا بحب مثل الراب كيف بتعرف عن الراب أنت أنا كيف تعرف تعرف بتعرف الناس عن الراب كيف يعني غير كافي يعني أنا قللي شخصيا غير كافي تقول لي أنا بحب راب وبغني راب بدي سمعوا أغاني أول شي شو فكرتو عن الراب شو حد تسمعوني اليوم هلا هيك لايف أنتو اتنين مشكلة الراب ما أنا مثل غناء أنه وتبع أكيد أكيد ما أنا مثل ياليلي عينك لا بدنا إيقاع بدنا ما فيك بدونه ما بيسبب صعب صعبة بلأسف لا هو بس أنا مجرد سؤال حتى قال لك أنه بقدر أحبكن كرابر ولا لا أنا هيك أنتو رفقاتي كتير بحبكن بتعرفوا هذا الشيء أسمع تخليك هيك بتعرف آه حلو ما أنا أسمع يعني منيحة هاي منك طيب في عندي دقايق هلا أخيرة لحتى نختم سوية أنا رح بعطيك ميار دقيقة لحتى تختم فيها بالطريقة اللي أنت بتلاقي مناسبة نفس الشيء لألك يا فريد تفضل ميار بدي يوجه شكر أول شي لكل حدا عم يدعمنا من يوم ما بلشنا لليوم أكيد الجمهور هاي الكلمة ده لا حقك حقك بالعكس حقك الأشخاص اللي بساعدونا هن رفقاتنا وعيلتنا بالنسبة لليسألتنا إنه إذا بنطلب حدا من دعم هون طبعا لا ما بنطلب حدا نحنا من يوم ما بلشنا مع تمدين على حالنا وحيكمل موضوع هيك وقدراتنا كل مالة عم تكبر وعم نوصل للشيء اللي بدنا يعنيه حالو بطلبنا الرابر السوريين تركيز عن نوع أكتر من الكمية حالو لحتى يكون في احترافية كشكر بالأسماء ما في وقت نشكر الشباب كتير كتير بس أهم شي يوجه تحية كتير كبيرة للمخرج أغياد الدبعي هو مخرج فيديو كليب مرايتي لأنه كتير فنان تمام العمل لاقه كتير محبة من كل العالم صحيح وقدر يوصل أفكارنا بنسبة 100% لأصول وفعلا الجسد أرض الواقع بطريقة نحنا كنا كتير واو طيب وبالنهاية بس هالسنة حتكون إن شاء الله مليئة بأعمال لشام امسيز في أعمال ممكن تكون مع فرق تانية وحنركز عن موضوع الفيديو كليب فخليكم تابعيننا أنا رح تابعكم شكرا كتير إليك على استضافتنا مرسي لألك لأنك لبيت الدعوة تفضل يا فريد أنا أول شي بحب على ذكر الإنجازات وهيك مبارح صديقنا مودي العربي ما بحب إذا بتعرف هذا الاسم مودي العربي ممكن ما رأيكم أنا آسف لما بقول ممكن ما رأيكم يا جماعة هو عمل غنية غير مطلع على جنر غنية شتقت للشام كانت كثير جميلة مبارح نزل غنية اسمها بتتذكر فأنا حابب اليوم أني يعني أبدي إعجابي بهذه الغنية وبتمنى أني أنا ضل أسمع من هذا من هذا النماط وبحب باركله من كل قلبي على هاي الغنية هو صديق وغير أنه صديق هو حدا كثير عم يشتغل حاله ليطور هاي الموسيقى ولقوية أكتر بالشيء اللي هو طبعا عم يعمله بحب باركله بهذه الغنية كثير بتتذكر غنية كثير حلوة لأنه عم تحكي عن كيف نحنا كنا وبتتذكر كثير بتتذكر شغلات وبس تسمع هاي الغنية انت كثير رح ترجع لشي نحنا حابين مو بس نتذكر حابين أنه كمان نعيشه بالمستقبل طيب فمن هذا المنبر بقل له بقل له ألف مبروك وعم نستنى الشغلات الجديدة تبعك لأنه انت من الأشخاص اللي عم يشتغلوا صح و من الأشخاص اللي شغلهم يعتبر يعتبر بالقاعدة الجماهرية الموجودة عنده إلهام لباقي الناس حلوة طيب شام أم سيز ناطر منكن الغير متوقع نيح أكيد لأنه أنا بعرف أنه أنتو أشخاص استثنائيين وأنا هاي معا مقولة لأنه جاء على بالي هلأ أولى لأنه أنا فعلا بعرف هذا الشي منه بيحب يقول عن حاله فريد لأنه بعرفه بديع فلذلك أنا بعرفه من 2007 أو يمكن 2006 تقريبا بعرفه فريد تبعكم بديع تبعي فبعرفه بعرف أديش عقله نظيف وأديش مخه شغال بخصوص هذا الموضوع فلذلك متوقع منه الغير متوقع بالفترة اللي بدا تجي لكل من كان معنا في المتابعة من بداية هذه الحلقة ولغاية الساعة سبعة ساعتين من الزمان قضيت ساعة ونص منهم بحضور فرقة شام أمسيز الأوصياء على الراب السوري يلي كبروا مسؤوليتهم بكبروا لمكانهم ولمقامهم يلي هنين عطولا حالهم فصاروا تحت المتابعة اليوم من كواليس الخميس وأيضا لكل البرامج التي تعنا بثقافة الموسيقى الغربية ابتداء من الراب وانتهاء بما بعرف وين لأنه أنا شوي بعيد عنها لهذه الموسيقى بكل الأحوال الشكر الكبير لكل من تابع هذه الحلقة بكل أشكال المتابعة وشكرا لجمهور شام أمسيز يلي يتابع على الفيسبوك بشكل مباشر شكرا لطارئ يلي هو اليوم معي بالكنترول روم تحية لألك في الهندسة الإذاعية أيضا عمر الحفار شاذا فرانسيس قسم التنسيق والعلاقات العامة أنا كنت معكم جورج من وراء المايكروفون ومن يهوى لقاءكم دائما يحييكم باي باي خليكن حلوين سوريا حلوة بتستاهل الجميع لكواليس الخميس لقاء آخر يوم الخميس المقبل باي باي مهمتنا ننقل الخبر بس من كواليس الخبر من كل التفاصيل اللي بتعيشوها لنجوم الرياضة والفن والمجتمع للفيسبوك والسوشال ميديا جولة على عنوين الأسبوع وتفاصيله كواليس الخميس وكل خميس ساعة خمسة المساء غيرنا وما تغيرنا كواليس اشتركوا في القناة